النهاردة لفت نظري الحقيقة وإحنا قاعدين بتكلم أنا وزملائي لفت نظري حاجة مهمة جدا النادي الأهلي قد إيه وصل للعالمية قد إيه محمد عبد المنعم وهو مع منتخب مصر وشفته كلبالي واحد من أهم المدافعين في العالم بيتكلم مع محمد عبد المنعم إزاي محمد عبد المنعم لعب النادي الأهلي السنة اللي فاتت الشناوي مثلا مع باير نميونخ النهاردة أو بعد كده في لما النادي الأهلي لاعب النادي الهلال وكسب تالت العالم إيه اللي حصل موسيماني مع تخل موسيماني أفضل مدير فني في أفريقيا مع أفضل مدير فني في العالم تخل بعدها أليو ديانج مع نيجولو كانتي تحس إن الأهلي ده علامي الأهلي في حتة تانية الأهلي مكانت ومكانة مختلفة زي ما حضرتك شفت كده تخل دي اللقطة بتاعة محمد عبد المنعم طبعا وكلبالي دي كانت بعد نهاية أفريقيا أو نهاية الأمم الأفريقية وخسارة منتخبنا الوطني والفيديو ده انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي الحياة طيب بعدها زي ما قلت لحضراتكم تخل و موسيماني وأعتقد إن ده كان وجهة نظري في هذا الموضوع إن تخل كان بيعمل كده مع موسيماني طبعا لإنه أرى تصريحات موسيماني وشاف ما قبل كاس العالم وأثناء كاس العالم وشاف إن موسيماني عنده حق شاف إن موسيماني عنده حق هدي اللي مع حضراتكم أهو اللقطة دي لقطة مهمة جدا 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 أفضل مدير فني في أفريقيا مع أفضل مدير فني في العالم بطل أفريقيا وبطل أوروبا بيتكلموا مع بعض فدي حاجة بالنسبة لي كانت مهمة جدا واللقطة دي لفتت نظري زي ما لقطت محمد عبد المنعم لفتت نظري زي ما لقطت النهاردة أيضا أليو ديانج مع نجولو كانتي برضو اللقطة دي بتودي النادي الأهلي دايما في حتة تانية النادي الأهلي اسمه أكبر من أي حد النادي الأهلي في العالم كله اسمه كبير يا عم إسلام بقى ما تعدش تقول لنا الكلام ده هذه هي الحقيقة هي دي قيمة الأهلي أهو بص حضرتك أي حد بينتسب دائما للنادي الأهلي بيصل إلى العالمية ده كلام أنت بتقول أي كلام إسلام صح بدليل الفيديو اللي قدام حضرتكم أنا بقول أي كلام لكن الدليل الفيديو اللي أمام حضرتك نجولو كانتي مع أليو ديانج وبيديله التيشرت بتاعه تفضل أنا عندي القصة الحقيقة كلها هقولها لكم لكن لما يجي معنا زملائنا إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة عشان هما يحكوا لأن هما كانوا شهود عيان النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معنا نقضنا رياضي الكبير الأستاذ محمود صبري ونقضنا رياضي الكبير الأستاذ محمود شوقي والكريم سعيد برضو هيكون معنا هذا السلاسي كانوا متواجدين في فترة تواجد النادي الأهلي في الإمارات هيحكوا لنا حضروا كل الكواليس اللي حضراتكم شفتوها دي كل الكواليس اللي حضراتكم شفتها دي هم حضروها وحضروا كواليس أخرى إيه اللي حصل قيمة النادي الأهلي فين قيمة النادي الأهلي اللي الناس كلها بتتكلم عنها اللي الناس كلها بتتكلم عنها وكلنا بنتكلم وبنتكلم بفخر واعتزاز ما بنتكلمش لمجرد إن إحنا عايزين نطبل وخلاص ولكن الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي تخلينا دايما راسنا في السماء إن إحنا بننتمي لهذا النادي بيتسو موسماني نفس الكلام أليو ديانج نفس الكلام محمد عبد المنعم نفس الكلام هو لو ما كانش بيلعب في نادي الأهلي كان وصل لكده أي حد اسم النادي الأهلي دايما هو اللي بيوصلنا لهذا الأمر وبالتالي مهم جدا جدا لفت نظري أنا لتلات أربع فيديوهات دول لأنهم في النهاية بيعبروا عن قيمة النادي الأهلي مع أي حد مع أي حد وخد الكلام بتاعي ده وحطه بقى في في أي سياق أنت عايز تحطه فيه حطه في سياق إن النادي الأهلي العالمي إن النادي الأهلي يعني عايز بس أقولها علشان تبقى الناس كلها شايفة الموضوع معايا اللي النادي الأهلي دايما اللي عايز يمشي من النادي الأهلي بيمشي وحصلت قدام حضراتكم خلال الفترة الأخيرة وأسماء كبيرة جدا هي فين الأسماء دي؟ هي فين؟ هي فين؟ هي فين الأسماء دي؟ كانت ساعتها حتى مثلا خليني كلم عن بيرسي تاو بيرسي تاو وهو جاي الأول قال لك يا عم أنت أي كلام بتقوله أي كلام يعني هو فيه لعيب حيسيب الدوري الإنجليزي ويجي لعب مع النادي الأهلي في الدوري المصري لو كان قاعد في البريميوم ليج مئة سنة ما كانش هيوصل لكاس العالم الأندية كان بلعب في برايتون كل احترام طبعا لبرايتون لكن عمره ما كان هيوصل لكاس العالم الأندية هو دلوقتي يوصل ومع مداليا في كاس العالم الأندية هو ده النادي الأهلي هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي أو الفارق ما بين النادي الأهلي وإي حد تاني فالحقيقة كنا بنسمع الكلام ده خلال الفترة اللي فاتت وما كناش بنتكلم بقى كنا بنسكت يعني يا جماعة لكن الحاجات دي الفيديوهات دي الحقيقة أنا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هخلي السيد محمود صبري والسيد محمود شوقي وكريم سعيد التلاتة يتكلموا في هذا الأمر ومحمود شوقي مثلا كان شاهد على هذا الأمر فحيقول لنا إيه اللي حصل وحيحكي لنا إيه الموضوع وشاهد على أمور كثيرة السيد محمود صبري كان شاهد على هذا الأمر وشاهد على أمور كثيرة أخرى وبالتالي هيتكلموا معنا كريم سعيد كان موجود وشاهد على أمور كثيرة جدا وكواليث كثيرة جدا بتحدث في الإمارات هيحكولنا والمشهد ده بالنسبة لنا كنادي كأهلوية ده طبيعي ولا مش طبيعي